بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وهو اللقاء الثاني عشر مع الفقهاء أسأل ربي أن يرزقنا هداه وأن يمن علينا برضاه أسألك ربنا صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك هب لنا ربنا عينا منك ترعانا ونورا منك يغشانا وعفوا منك يشملنا واجعل لنا يا ربنا لسان الصدق يسمع وعملا صالحا يرفع بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أمين لازلنا في الحقيقة مع إيراد الشروط التي يجب أن تتوفر في من يفتي الناس ويعني كثرت تلك الشروط في الحقيقة تدل على عظم المهمة وأنها ليست مهمة سهلة ولذلك أذكر أن رجلا سأل الإمام مالك مرة عن مسألة فتوقف الإمام مالك وتأنى قبل أن يجيب فقال له يا إمام أجبني أنها مسألة خفيفة خفيفة فقال له الإمام ليس في العلم ما هو خفيف كيف تكون خفيفة والله تعالى قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم إن سنلقي عليك قولا ثقيلة وأنا أقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال يعني أقول قول الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحمالها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أشرت في لقاء السابق إلى أن الفقيه عليه أن يتأنى قبل أن يجيب وأشرت لقولي عن من الإمام الشافعي لما سئل عن مسألة وصبر وتأنى بعض الوقت فقال له السائل يعني ألا تجيب قال لا حتى أدري الفضل في جوابي أم في سكتي الفضل وأخذ يتفكر في الحقيقة في المسألة قبل أن يجيب على ذلك السائل الذي سأله بالإضافة لما أشرت إليه من علم بالواقع وعلم باللغة العربية وعلم بالقرآن وبالسنة والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه أيضا على الفقيه أن يرجع لزوي الاختصاص الشيخ ليس هو أبو العريف لا الشيخ ليس علما بالهندسة وعالما بالطب وعالما بالزراعة وعالما بالصناعة لا وعالما بالأعمال المصرفية والبنكية فالاستعانة بزوي الاختصاص من أدوات المفتي وهذا مطلب قرآني قال ربي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني مما حباني ربي به من الفضل أنني شرفت برؤية ذلك المشهد حقيقة واقعة في المجامع الفقهية وفي الندوات الفقهية المتخصصة شرفته بذلك يعني مجمع الفقه الإسلامي الدولي فيه خبراء من الأطباء متخصصون في كافة مناح الطب في زراعة الأعضاء في النساء والتوليد في علم التشريح والأجنة في المخ والأعصاب في كافة مناح الحياة أمراض السكري والضغط إلى غير ذلك من الأمراض والأسقام التي أسأل ربي أن يسلم كل مريض منها اللهم أمين فيه خبراء بفقه المعاملات وعمل المصارف فيه خبراء في علم الفلك فيه خبراء في الزراعة بيستعين بأمثال هؤلاء في مساء المعينة ويوكل إليهم قبل الاجتماع السنوي أو دورة من الدورات يعني يبعث إليهم بموضوعات ومشاكل معينة ليضلي الخبير أو العالم بذلك العلم في فلك في رياضيات في علوم في كيمياء في طب في أي تخصص كان برأيه في المسألة من العلماء السقاط فالرجوع لزوي الاختصاص من أدوات الفقير فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وده في الحقيقة كما قلت ده مطلب شرعي لأنه في مسائل كثيرة جدا لا يستطيع الفقير أن يجيب عليها بمفرده لابد أن يستعين بمختصين يعني درجة السكر مرض السكر الذي يباح لصاحبه معه الفطر مش أي واحد عنده سكر يقول له ما الدنيا كلها عندها سكري صم يقول لك أنا بتعب طيب كيف أعلم إن كان صاحبنا يتأثر أو تتأثر وتعتل صحته بالصيام أو لا تتأثر بدرجة السكر طيب من الذي يحدد لي الطبيب هو الذي يقول لي أي نوع من الأنواع أي درجة من درجات الإصابة بالسكر عنده سكر خفيف متوسط سكر عالي سكر عصبي في ناس بيوصل السكر لتمنمية والإياز بلاي تعال في ناس بينزل السكر عندهم لتلاتين فجأة كده في ناس بيرتفي عندهم السكر فجأة طيب من الذي يحدد تلك الأمور طبيب بدون شك يستعين به المفتي قبل أن يجيب على الجواب ونسأل طبيب السكر يكون عندي رقم تليفونه أسق فيه والله عندي حالة واحد سنين ثلاثة أربعة يفطر ولا يصوم إذا جال لي يصوم يصوم يفطر يفطر وهكذا فأنا تعبع الله لأهل الزكر في ذلك التخصص عندنا مشكلة من المشاكل يعني الحديثة يعني قضية مسألة طبية موت الدماغ أو موت جزع الدماغ موت أنا حضرت ندوة متخصصة وفيه قرارات لمجمع الفقه الإسلامي موت الدماغ أو موت جزع الدماغ ما يسمى بالموت السريري أو الإكلينيكي يقول لك يعني فيه أجهزة يتنفس بها المريض وإن الأجهزة دي لو رفعت عن المريض حيموت متى ترفع الأجهزة ومتى لا ترفع من الذي يفتي المفتي في ذلك اتصلوا على مولانا الشيخ الشيخ هيقول لا ترفع مثلا أو أنه يقول ترفع يقول لك يا شيخ صاحبنا ميت فقط نبض قلب ونفس عن طريق التنفس الاصطناعي لو رفعت الأجهزة هو ميت طبيعي لأنه فيه موت دماغ موت جزع الدماغ هناك فرق إذا أثبت سلاسة من الأطباء المتخصصين السقات موت جزع الدماغ وليس الدماغ هنا بإمكاننا أن نرفع الأجهزة ده مش كلامي أنا أنا مين أنا ده كلام المتخصصين والمجمع الفقهي وندوى حضرتها حضر فيها خبراء قانونيون وأطباء متخصصون وعلماء في الشريعة حضروا تلك الندوى وأجل كل منهم بدلوه في تلك المسألة يبقى ترفع إذا مات جزع الدماغ لأنه خلاص ده صار جزة هامدة هناك ما يسمى بموت الرحمة أو قتل الرحمة وده غير جائز بالمرة على الإطلاق متى يجوز الإجهاض ومتى لا يجوز نعود للأطباء نبض القلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود إذا مره بن نطفة سنتان وأربعون ليلة يؤمر الملك طيب الروح ده دي نفخ الروح ألا نفخ الروح بعد المئة وعشرين يوم ده خلاف طيب النمو الموجود والنبضي ده نبضي إيه؟ الأطباء قالوا هناك حياتان للجنين هناك حياتان نموان ما يسمى بالنمو النباتي الطبيعي وما يسمى بالنمو الإنساني أو الحيواني ده بيكون بنفخ الروح فالنبض ليس دليلا على وجود روح فالنبات ينمو الشجر ينمو الزرع ينمو لكن ليس فيه روح فهناك نمو نباتي للجنين طيب من الذي علمنا ذلك؟ الأطباء طيب متى يجوز الإجهاض ومتى لا يجوز؟ ده مسألة تانية وحكم شرعي ابتداء لا يجوز الإجهاض إلا إذا كانت المسكينة يعني ترضع وكانت هزيلة ضعيفة ويعني لازال الحمل في بدايات أسبوع أسبوعين ثلاثة يمكن إذا وجدت ضرورة أو مريضة بمرض عضال لا تقوى على إكمال مسألة الحمل أو حملت ومريضة بيعني مرض قلبي لا تقوى على إكمال مدة الحمل وأن بقاء الجنين يودي بحياة الأم عندي حياة متحققة أو حياة غير متحققة عندي جنين مصب بتشوهات وأن يعني بقاءه حياً أمر يعني شبه معدوم بالمرة لكن لابد أن يخبر بذلك ثلاثة من الأطباء السيقات فالمسألة في الحقيقة أحبتي ليست من الأمور السهلة قضايا أطفال الأنابيب والحقل المجهري لابد أن أرجع للأطباء في ذلك يعني اضطرابات الهوية الجنسية نحن كان عندنا زكر أنسى وفيه يعني الخصي أو عفواً المشكل اللي لا زكر ولا أنسى ما يسمى بالخنسى المشكل لا نعرفه لا زكر ولا أنسى هناك ما يسمى باضطرابات هوية دنسية ربما يكون أميلاً للإنس أو أميلاً للذكور فبمن يلحق بالذكور أم بالإنس ده عمل الأطباء في الحقيقة وده مسألة يعني مهمة جداً هناك من تجرى لهم عمليات يعني هم بحاجة أو ليسوا بحاجة دي مسألة أخرى لكن البعض يقيناً يكونوا بحاجة لإجراء تلك العمليات الجراحية لتكون متفقة مع الميول الجنسية للذكورة أو للأنوسة لكن الفقيه يسير خلف من؟ يسير خلف الأطباء المتخصصين رؤية الأهلة واختلاف المطالع أيضاً نكون تابعاً لعلماء الفلك فهم يعني جهة إرشاد وإعانة يستعين بهم الفقاء عن طريق استخدام المراصد ومنازل القمر إلى غير ذلك تحديد جهة القبلة أيضاً نحتاج إلى علماء في الطوبغرافيا أو في الجغرافيا بعض المعاملات البنكية والمصرفية الحديثة نحتاج إلى خبراء في تلك المعاملات ليكيفوا ويصوروا لنا تلك المعاملات حتى يستطيع الفقيه أن يسقط عليها الأحكام الشرعية لدينا اليوم ما يسمى بالعملات الافتراضية زي البيتكوين مثلاً دي عملة وصلت لقريب من سلاسة ألاف دولار دي عملة افتراضية بعض الدول يعني تقبلها والبعض الآخر لا يقبلها ودي عملة وهمية كأنها سند لمبلغ معين من المال طيب مصدرها منشئها وجوه الاستفادة أو الضرر إلى غير ذلك من الذي يكيف يصور بدون شك علماء متخصصون في غير ذلك البيع والشراء عبر الإنترنت التقابض الحقيقي والحكمي في تحويل الأموال إذا لابد من العودة والاستعانة بمشاورة زاوي الاختصاص في تلك المسائل وخاصة في فقه النوازل ويستعين الفقه بهؤلاء في المسائل الحديثة أو في النوازل الحديثة الرجوع أحبتي لقرارات مجمع الفقه الإسلام الدولي مجمع الفقه الإسلام الدولي بفضل الله تعالى أتى على قريب من 98% من القضايا الفقهية المعاصرة من النوازل المعاصرة أتى على معظمها يعني لما قلت 98% لست مبالغا فكل نازلة تبحث في المجامع الفقهية من قبل فقهاء وعلماء من العالم الإسلامي من كافة أنحاء العالم الإسلامي بل من كل العالم يعني يأتي فقهاء فقهاء متخصصون من أوروبا من أمريكا من أستراليا من الدول العربية والإسلامية لبحث تلك المسائل والنوازل وتكتب فيها بحوث وعمل المجمع أمانة المجمع تتصل لزوي الاختصاص من الفقهاء والمتخصصين من أطباء وعلماء متخصصين ليبحثوا في تلك المسألة قبل الاتماع بعدة شهور ويأتي كل منهم ببحثه ليلقيه على مسامع الجميع مختصرا أو مفصلة ثم تبدأ المناقشات والتي تستمر لساعات يدلي كل منهم برأيه ويظل بحث المسألة وبعدين في نهاية تأتي توصية بإرجاء بحث تلك المسألة لدورة اللاحقة بإعادة البحث والنظر في تلك المسألة أو النازلة من النوازل أو بعقد ندوات متخصصة لتلك النازلة أو لتلك المعضلة التي نزلت فالمسائل في الحقيقة أحبتي ليست سهلة فالاستئناس بقرارات المجامع الفقهية مما يعين يعني بفضل الله تعالى الفقه على أن يفتي في المسائل التي توجه إليه كما قلت التأني والتمهل وللطلاع والدراسة هذه ظاهرة صحية عند الفقهية بل لابد له أن يفعل ذلك وأن لا يفتي في كل ما يسأل عنه وإلا البعيد مجنون كما قال ذلك ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الإنسان يفتي في كل ما يوجه إليه دي مشكلة كبيرة جداً هل تملك تلك الأدوات هل تتصف بتلك المسألة صعبة ليس كله متصدر لفتوى أو كله جالس اللي يفتي الناس في فضائية أنه جمع كل تلك الأشور لا أبداً أبداً نحن أقل الناس أقل الناس أقزام هناك عمالقة متخصصون ليس شرطاً أن يكونوا معروفين لكنهم معروفون لزوي الاختصاص حتى وإن كانوا مجهولين هنا فهم معروفون هناك في الملأ الأعلى والأمة لم تعدم العلماء والأزهر في مصر فيه قامات علمية رائعة جداً لا نظير لها ولا مسيل بفضل الله تعالى علماء متخصصون بارعون في تخصصهم يشرفون الدنيا جميعاً بعقلهم وعلمهم يوجد بفضل الله تعالى في الجامعات المصرية أيضاً علماء ومتخصصون وكليات دار العلوم فيها علماء ومتخصصون أيضاً من الأمور المهمة للفقه أحبتي بجانب ذلك إن الفقه وده أمر ربما لا يكون بيده في كثير من الأحوال لابد أن يملك حد الكفاية حد الكفاية نعم يعني ألا يهين نفسه بتسول بطلب باستجداء لأن الفقهة إنصان نفسه بماله بماله وكانت لديه كفاية مالية ينفق منها على نفسه على كتبه على أسرته غنصان نفسه وثق الناس فيه احترمه وازداد احترام الناس له وإلا كما قال الإمام أحمد لو لم يملك حد الكفاية مضغه الناس أي ازدراه بعض الناس ليس كل الناس ولذلك أهيب برجال الأعمال بالدولة ابتداء أن يعني تعطي لهؤلاء الذين تفرغوا للعلم للعلم ولخدمة الأمة جميعا أن تفرض لهم إن لم يكن لهم راتب رجال وأعمال أسرياء أغنياء يعلمون أن ذلك العلم متفرغ يقول له هذه ليست أجرة بل هذه زكاة أخرجها لعلمك لتفرغك لا أقصد بالزكاة أنه هو يعني يكون من من مصارف الزكاة ربما لم يكن في حاجة لذلك لكن يقول هذا يعني بعض جهدك بعض عرقك وأنا متكفل وتفرغ لأبحاثك ولعلمك يا حبزة لو فعل ذلك بعض الموفقين ويعني ما أكثر الموفقين بفضل الله في بلادنا وفي كافة البلاد العربية والإسلامية والعلماء في الغالب يعني جماعة فقراء يعني لما نقرأ كتاب صفحات من صبر العلماء كيف كان جوعهم وأن أحدهم باع سقف بيته نقض العرش بتاع البيت ليبيع جزوع النخل ليقتات أو يشتري كتابا كالإمام مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه إمام مالك رضي الله تعالى عنه من الفقاء من كان سريا غنيا كالإمام ليس بن سعد كانت له مزارع عظيمة جدا وكان سريا كان دخله في السنة تقريبا ستين ألف دينار إسلامي من الزهب وقالوا كانت لا تجب عليه الزكاة لكان يوزعها جميعا مر في حج أرسل له الإمام مالك طبق في رطب فهو يريد أن يعطي للإمام مالك مالا لكن بأي وجه بأي صيغة بأي طريقة الإمام مالك إله مهنبة وله شأن يريد أن يحفظ للإمام قدرة فأرسل الإمام مالك طبق في رطب فرد الطبق وفيه صر فيها ألف دينار هدية مقابل هدية يتحين فرصة ليعطي للإمام شيئا يستعين به على تدريسه وتعليمه وبحثه وإفتائه رضي الله تعالى عن الآئمة أجمعين ولذلك يعني هناك قول لأحد الآئمة يقول كيف يطلبوا العلم من ليس في بيته دقيق واحد بالله عليكم يعني بيته مش فيه أكل لعياله إزاي حيكون باحث ويعكف على الدراسة والبحث والتنظير ويصهر والعيال الصبح ما عندهمش أكل يفطروا به ده مصيبة كبيرة ما عندهمش لبس يلبسوه هو نفسه ما عندهش ثوب يخرج به للناس البال مشغول إذا شغل البال شل العقل والفكر فصعب وبعدين واحد بيقول أمران لا يتمعان طلبوا العلم وطلبوا المال الإمام أبو حنيفة جمع بين الأمرين كان تاجر وسري وكان عالم يعني استطاع أن يوفق بين الحسنيين فالعلم يحتاج إلى تفرق الفقيه الفقيه أحمد أي مشغلات في البيت أي مشغلات في البيت برضو الزوجة العاقلة تنتبه لذلك الأمر توفر لزوجها الجو الهادئ وعلا تشغله بسفاسف الأمور وتوافع الأمور العاقلة وتنأى يعني بمشاكلها البسيطة يعني بعيدا عنه حتى لا تشغل باله كذا كان الفقهاء والعلماء لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب الناس إليه فلم يحضر دنازته ودي مسألة كما قلت ليست مسألة سهلة بل مسألة في غاية الصعوبة أمر آخر يضاف لما أشرت إليه أحبتي هناك أمور ينبغي على المفتي أن يراعيها من ضمن تلك الأمور أن يخاطب الناس بلغة عصرهم كما قلت هناك معادم للمصطلحات الفقهاء ومعادم لمصطلحات الأطباء فلدينا مصطلحات في كتب الفقه لا يستطيع أن يفك طلاسمها إلا سيارفة ذلك العلم طيب لو كلمت العوام بها ما استوعبوها فسيبك من الكلام المكالك علم شبك والملعبك ده أكلم الناس بلغة يفهمونها يعني بسط لهم الجواب فخاطب الناس بما يفهمون وده مطلب في الحقيقة شرعي قال سيدنا علي يعني حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون يعني أتريدون أن يكذب الله ورسوله حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتريدون أن يكذب الله ورسوله وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تستوعبه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة كما قال ذلك سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه والله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم بلسان قومه بلغة قومه بلاخجة قومه بالمفردات التي يستخدمها قومه ليبين لهم ليوضح لهم ولذلك لو لم تكن اللغة سهلة لا صعب على المستفتي أن يفهم لغة المفتي الأمر الآخر مخاطبة العقول بالمنطق والدليل لا بمجرد إسارة العواطف كما يصنع البعض الإجابة مش حدوتة مش قصة مش نكتة لا بدليل يعني خاطب الناس بما يستوعبه العقل بالحجة والمنطق حتى يقتنع بالجواب الذي تجيبه به وحتى يفهم ذلك الذي تقوله أيضاً الأمر الآخر ذكر الحكم مقروناً بحكمته وعلته يعني فهموا لما تذكر الحكم مقرون بالعلة والحكم بيكون أوقع للفهم والحفظ والاستيعاب وأنشط لزهن السامع المستفتي المتلقي وده شأن القرآن الكريم في الحقيقة يعني لما يقول الله تعالى كتب عليكم السيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حينما يقول الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها يقول الله وأقم الصلاة لذكري فالآية هنا الحكم يأتي مقروناً ومرتبطاً بعلته وده في الحقيقة كما قال ربي وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر في الحج ليشهدوا منافع لهم والنبي حتى في السنة المطهرة قال يعني لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا يعني ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم دا العله ما تكونش البنت ضر لعمتها ولا العم ضر لابنة أخيها ولا الخالة ضر لابنة أختها ولا البنت ضر لخالتها إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم فبين حبيبنا صلى الله عليه وسلم الحكم مقروناً بعلته بيّن العلة أيضاً من الأمور التي يراعيها المفتي الإعراض عن أسئلة المتعالمين والمتحدين والمجادلين والابتعاد عن الألغاز لأنها عمل الفارغين والتافهين ومن ثم سيشغل قلبك وفكرك بما لا طائلاً من ورائه ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس يقول لمولاه عكرمة وهو من آئمة التابعين ومن الفقهاء والمحدثين رضي الله تعالى عنهم أجمعين أخرج فافتي الناس ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفتهي شوفي السؤال لو السؤال يعود بمن فعه افتي سؤال كده أي كلام مضيع للوقت فلا تفتهي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه إلا إذا كانت هناك شبهة من الشبه وما أكثرها اليوم عبر المواقع للمبشرين والملحدين وغيرهم الطاعنين في القرآن وفي النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر يحتاج إلى رد ورد علمي ورد صارم ومقنع إن شاء الله وتعالى من الأمور أيضاً عند توجيه الأسئلة الخاصة هناك أسئلة خاصة كمشكلة أسرية بين زوج وزوجه والمسألة فيها أسرار وأنا يعني دائماً أولى بنا ألا نستمع للأسرار الخاصة لكن هنا ينبغي أن يكون المفتي نبيهاً زكياً لبقاً ينأى بالسائل بعيداً عن الناس ليجيبه بعيداً عن الناس حتى لا يستمع الناس لذلك السر يبتعد أو يقول أمهلني أو اتصل بي خزهاتفي أو ائتني في مسجدي في بيتي سأفتيك وأن لا يتكلم في الأسرار الخاصة أمام العامة وإلا كان في المسألة فضح وتشير والأولى أن يستر أيضاً من الأمور أحبتي الإعراض عن تفسير الرؤى والأحلام لأن إحنا عندنا تقريباً يعني مية وعشرة في المية من الأخواتنا وبنتنا ونساءنا بيناموا صحيين عندهم كل ليلة حكاية بتبدأ من أول ليل إلى آخره وكوابيس وقصص وراحوا وجابوا وحريقوا سعابين وأسود وموويل كثيرة جداً لا تنتهيه ولذلك الفقيه لا يشغل وقته فكره دهده في ذلك الأمر وينأى بنفسه عن ذلك الأمر لما؟ لأنه مضيعة للوقت ودايماً البعض يقول لك يعني أتصدق عن الميت يعني مش عارف أعمل إيه للميت عندنا قاعدة ظريفة جداً انتبهوا لها جيداً أقولها دائماً لكل من يرى رؤيا ويريد يعني أن أفسرها لا وأنا أنأ يعني تماماً عن ذلك ألا وهي أحكام الدين لا تؤخذ من أحلام النائمين خذوها من العبد الفقير ليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا خلاص باب التحليل والتحريم أغلق بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتم معالم الحلال والحرام بتلك الآية في سورة المائدة فيقول لك يعني أتصدق عنه يعني أخرج عنه أصوم عني لأنه مش عارف شفته بيبكي شفته متعلق بسوبي شفته مش عارف إيه فده كما قلت ندعو له نستغفر له نتصدق عنه نصنع معروفاً نصي له الرحم التي لا رحم لنا إلا من قبل الأم أو الأب وهكذا نحسن إلى أصدقاء الأب أو الأم وهكذا لكن عليه دين ونعلم ذلك نسدد ذلك دين عليه الصيام صامعاً هو وليه في النازر أو نطعم في الفرض ولو سمنا حتى في الفرض فيعني هو رأي فقهي يعني لا مانع من الأخذ به والله تعالى أعلم أيضاً من الأمور أحباتي التيسير للتعسير والتبشير للتنفير والفقه كما قال ربما الإمام سفيان بن عيينة هو الرخصة منسقة أما التشديد فيحسنه كل أحد لبعض كده يقول لك الأحوط تعمل كذا وبعضين في كل يقول لك بس الأحوط تعمل كذا والأفضل تعمل كذا والأولى تعمل كذا فكبل المسكين بجملة من الأحوطيات والقيود أنت تفتيه مش كل شيء تقول له الأحوط تفتي الرخصة من ثقة الفقه والرخصة من ثقة أما التشديد يحسنه كل أحد سهل أنك تقول حرام سهل جدا أنك تقول له لا بلاش أو الأحوط لكن رخصة من ثقة يعني رخصة مستندة إلى دليل إلى حجة فده الفقه البارع المدقق العالم هو صاحب البصيرة النافذة والعقل اللاقط ده إنسان موفق كما قال ذلك الإمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا الاختصار في موضعه والتفصيل في موضعه والطبيب أو المفتي كالطبيب يعني إذا منع المريض من شيء أرشده للبديل كذا الفقه إذا كان الأمر ده حرام فعندي باب واسع من الحلال أو من المباحات إذا أنا عندي الأمر ده محزور ممنوع محرم لعندي أمر آخر مباح فعلى الفقه أن يذكر يعني البديل لذلك المستفتي وأن يتوسع في ذلك الأمر أمر عاشر ينبغي على المفتي أن يراعيه وهو عدم الجزم بالصواب في الأمور الاجتهادية وده أكبر خطأ إن الفقه يجزم بالصواب في المسائل الاجتهادية ربما كان الصواب عند غيرك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعامله بريدة لما أرسله إلى بعض الأعداء فقال له لا تنزلهم على حكم الله خلي بالك من هذا الكلام فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك مما تظن أنه قريب إلى حكم الله الحديث بالمعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك ولذا لما كتب الكاتب يعني أمام سيدنا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه أرضاه كتب بين يدي حكما فقال هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر بيكتب كده جواب لمسألة فالكاتب بيقول هذا ما أرى الله يعني الله تعالى أطلع على سيدنا عمر ووفقه لذلك الجواب ما أرى الله أمير المؤمنين عمر فقال عمر لا تقول هكذا ما لا أقول إيه قال قل هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر لأنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا دا من الأدب سيدنا الإمام الشافعي بيقول إيه رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيه غيري خطأ يحتمل الصواب إذا كتل وجهة نظر رأيه في مسألة اتهادية لا أن تقس من أخدار الآخرين بيقول رأيي صواب يحتمل ممكن يكون خطأ ممكن ينظر الخطأ الذي فيه لغيري أو لي لنفسي ورأيه غيري خطأ من وجهة نظر لكنه يحتمل الصواب ولذلك الإمام أبو حنيفة قال قولنا هذا رأيي وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن وجد الحق في غيره قبيله قولنا دا الإمام مين؟ أبو حنيفة الإمام رضي الله تعالى عنه أرضاه قولنا هذا رأيي وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن وجد الحق في غيره أخذ به وقبل ذلك الحق دا كلام الأئمة السقات الأعلام مر سئل الإمام أبو حنيفة عن مسألة فقال للسائل يعني أجاب السائل فالسائل قال لأبي حنيفة المستفتي لما سمع الجواب هذا هو الحق الذي لا شك فيه فقال لعله الباطل الذي لا شك فيه لعله الباطل من وجهة نظر الآخر دا اجتهاد أنا لكن اجتهاد غيري ربما كان أكثر إصابة للحق من جواب أنا هذا هو الحق الذي لا شك فيه قال لعله الباطل الذي لا شك فيه دا كلام في الحقيقة الأئمة الأعلام رضي الله تعالى عنه دي أمور ينبغي على المفتي أن يراعيها قبل أن يجيب على المسائل التي توجه إليه يعني هناك آداب يعني ينبغي على المفتي أن يكون عالما بها والمستفتي أيضا ينبغي أن يتحلى بها يعني أشير لبعضها باختصار يعني ينبغي على المفتي أن يتحلى بكثير من الآداب وهي ليست محصورة يعني نبه الإمام أحمد كما أشرنا من قبل يعني أنه لا ينصب نفسه للفتية إلا أن تكون له نية نية لله يعني أن تعمل العمل لله حتى يكون على وجهه كنور ولكلام كنور دا كلام الإمام أحمد ابن حنبل يعني لما يتكلم عن الشروط التي يجب أن تتوفر في من ينصب نفسه للإفتاء وبيبدأ بالنية بمعنى الإخلاص مش التباهي يعني فتنة يعني فتنة الصواب بالجواب أشد يعني فتكا بصاحبها من فتنة الخطأ بالجواب كما قال بعض الفقهاء يعني فتنة الصواب في الجواب أشد فتكا بصاحبها لأنها ربما أصبته بنوع من أنواع الفخر والتي والكبر والاستعلاء ويظن في نفسه أنه أعلم من الناس وأنه أفضل من الآخرين وأنه استطاع أن يجيب على ما عجز عنه الآخرون ودي جريمة يقترفها المفتي في حق نفسه بل دائما يعني ما يختم فتوى بقولها الله أعلم وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ عَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهُ وَإِنْ أَخْطَأْتْ فَمِنْ نَفْسِي وَمِنَ الشَّيْطَانِ أن يُطْفِيَ عَلَى نَفْسِهِ يعني هالةً من التواضع والتأذب وأنه ما تعلم إلا بتعليم الله تعالى له وما فاهم إلا بتفهيم الله تعالى له ولذلك كما قلت كثيراً من يؤذبنا ربنا ويوقفنا عند حدودنا الإمام الماوردي صاحب يعني الكتاب الماتع عذا بالدنيا والدين بيحكي قصة طريفة إنه أعد كتاب رائع جداً في فقه المعاملات والبيوع غيرها وقال ظننت كددت وشا يعني أتعبت نفسي وأشقيتها في جمع مصنفات العلماء وأشقيت نفسي وصنفت مصنفاً نظرت فيه فأعجبني فجاءني أعربيان سألاني عن أربع مسائل فأسقط في يدي فلم أستطع أن أجيب عن مسألة واحدة وتصببت عرقاً خجلاً من عجزي ده أنا لسه مصنف كتاب وجابه أربع أسئلة في فقه المعاملات فعجز الإمام عن الإجابة قال ثم انصرف قلت لهما لا أحسن الجواب وأنا خجل من نفسي فانصرف لرجل آخر يعني أقل أصحابي يعني أقل تلامزتي يفوقه علماً فأجابهم من فوره فرضي بجوابه أي رضي الأعرابيان السائلان بجوابه وأجاب من فوره ويعني هذا موقف في الحقيقة دائماً ما يؤدب المتجرع على الفتية أو من ظن أنه قد بلغ يعني العلا في الفهم والعلم ودايماً نختم بقول ربنا وقل ربي زدني علماً وما أتيتم من العلم إلا قليلاً أسأل ربي أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يؤدبنا بأدب القرآن وأن يعلمنا علم القرآن بهذه الدعوات أختم لقائي هذا على أمل لقائي بكم في حلقة السبت القادم في تمام العاشرة والنصف مساءً أشكركم لحسن استماعكم وطيب اتماعكم على أمل لقائي بكم أستودعكم الله وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته